مصر بتعاني من أزمة اقتصادية زيها زي دول العالم إنما كل ده تحط في جدول ولقينا إن أنسب مرشح للفتر القادم عشان يقود مصر ويعد بينا من بعض المشاكل اللي احنا بنعاني بينا هو فعلا نفسه الرئيس عبدالله تأسيس أنا لو هنتكلم عن في مصر فيه 108 حزب الممثل في البرلمان حوالي 13 حزب ومصر في البرلمان قوة الأحزاب الممثلة في البرلمان كحزب الحرية المصري مثلا على سبيل المثال الحزب اللي أنا فيه إحنا قواعدنا قاربت على المليون عضوية على المستوى الجمهورية في بعض المشاكلين في السبع عشرين محافظة على المستوى الجمهورية من اسكندرية الأسوان القاهرة الجيزة معظم حفظات مصر احنا ممثلين وممثلين بقوة إحنا مش ممنعين إن واجهة آخر يطرح نفسه الانتخابات إحنا بلد ديمقراطي ولا بدليل إن فيه بعض الأحزاب دعمت رؤسائها للنزول في الانتخابات أو لهذه المنافسة الانتخابية نحن لسنا ممانعين إنما في الآخر أنا كمواطن مصري بشوف أحسن الحلول بالنسبة لي كمواطن مصري مين هيقدر يقود أو يتولى زمام الأمور إحنا لقينا إن المواطن عبدالفتاح السيسي أنسب شخص كل فترة اللي جاي اشتركوا في القناة